وانا داخل الهوى وده غير لنا كنت شاهله لك وانا داخل الهوى جات لي معلومة ان اتحاد الكرة عنده بكرة قرارات في منتهى الاهمية بس بصراحة عشان مفتيش ما عرفش ايه هي القرارات داي هو في اجتماع مجلس بكرة ايوة كان هيتطلعوا بيان النهاردة يعني كان فيه نية كده ان هم يطلعوا بيان بعد الازمة الاخيرة وكلادنبيرج واللي حصل واعتقد يعني وكان فيه معلومة كمان ان الدكتور اشف صبح تواصل مع اتحاد الكرة في الساعات الاخيرة وطلب بضرورة انهاء كافة الازمات المستحقات المالية ومن ضمنها كيروش برضو يعني يعني فيه تواصل حاليا يعني بعد الازمة اللي صدرها كلادنبيرج للإعلام الخارجي وصورة مصر ما كانش حلوة اللي انت بتخانق عشان خطر مستحقات عشان مشاكل فبالتالي حصل تواصل ما بين استاذ جمال علام ودكتور اشف صبح والاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية لانهاء الكافة الازمات اللي اثارت ازمة كبيرة في الساعات الاخيرة فاستاذ جمال علام دعم اجلس اقدار تحاد الكرة في اجتماع بكرة ان نقدر نسميه يعني بكلم حد من اعضاء المجلس النهاردة من حوالي ساعتين كده بقول له اجتماع رسمي ولا اجتماع والده اللي مش عارف اتسمي ايه ولكن في جلسة بكرة هيشوفوا موضوع كلادنبيرج هيشوفوا الاسماء المرشحة هيشوفوا بقى يعني استاذ جمال علام قال لمجلس الادارة كله لو في اي اسماء مرشحة لرئاسة لجنة والحكام من الحكام من اوروبيني السابقين كان له خبرات كبيرة جدا هيرشحوها بكرة وهشوفوا موضوع لجنة الانضباط برضو من ضمن الحاجات اللي هيناقشوها بكرة خلينا نقول برضو خلينا نقول حاجة مهمة يا سكريم ان كان في الفترة الاخيرة او اليام الاخيرة دي كان في علاقة متوترة جدا جدا بين كلادنبيرج واتحاد الكورة وربطة الاندية الاجتماع الاخير اللي حطر في كلادنبيرج مع ربطة الاندية جدا. ايوه لا ما هو ده كان صيغة سؤال هسأله لك دلوقتي. خلينا اسأل السؤال عشان الناس تفهم احنا ماشيين ازاي. طيب. ايه هي الاسباب الاساسية او الرئيسية او بين كوسين المخفية اللي خلت لاتنبرج يمشي من اتحاد الكورة او من رئاسة لجنة الحكام المصري. خلينا نقول نبدأ كده ان الراجل ده مشكلته كانت مع اتحاد الكورة عدم تواجده في مصري بشكل كامل. اكتر حاجة اثارت ازمة كبيرة جدا لداخل اتحاد الكورة وربطة الاندية عدم تواجد كلادنبرج طوال الفترة الاخيرة بشكل مستمر. وده ما كانش اتفاق? خلي. لا هو كان يقول له اللي هو يعني حتى هو الرد برضو خلينا نقول كان الرده ايه? يعني حتى هما ما تكلموا خلي بالك. ربطة الاندية كان لها طلبات وطلبت حتى قالت ليه ووجهت سؤال لكلادنبرج. السيد احمد دياب ووجهله سؤال مباشر. ليه انا ما بيجين فيه شكاوة للاندية انتم مبتردوش علينا ليه? احنا ربطة الاندية مسؤولة عن ادارة الدوري احنا بنبقى مش عارفين نرد على الاندية نقول لهم ايه? هل ده صح? الخطأ ده اللي حصل ده فعلا قررهم صح ولا قررهم غلق? فكان فيه جدل كبير جدا. واتحاد الكورة كمان كان يعني كان اجتماع عاصف وقال له لا لازم فين المعسكرات? فين تواجدك الفترة اللي فاتت دي? وراجل قال لهم انا جاي كده. قال لهم انا جاي العقد اللي وقع معي انا مستشار للجنة التحكيم وتطوير التحكيم. انا مش رئيس لجنة حكام. عاوزين تجيبه تستعينه برئيس لجنة حكام تعينه من بكرة او من السعادة تجيبه رئيس لجنة حكام مصر? انا ما عنديش مانع. انا مش جاي رئيس لجنة حكام. انتوا عينتوني. شوف العقد الموقع مبيني وما بينكم. انا مستشار او مستشار لتطوير لجنة الحكام. فبالتالي الراجل طلبه منه انه هو يستمر خلال الفترة اللي جاي اتكلم في موضوع طبعا انه هو بيتعرض لانتقادات كبيرة جدا والمفروض ان اتحاد الكورة يحميه والمفروض كان الراجل كان زعلان جدا في الاجتماع ده ولكن يعني ما كانش في رد مقنع من اتحاد الكورة انه هو يقدر يحميه ازاي الراجل طبعا حس ان ايامه باتت معدودة داخل اتحاد الكورة لفترة اللي جاية فالرجل ايه يعني زي ما نقول كده ضرب كورس في الكولوب وقال خلاص انا مش هستمر طبعا يعني موضوع ان هو فعلا او تواصل مع السفارة او فيه كان تواصل مع السفارة البريطانية هنا وطبعا يعني الراجل كان مستقق جدا مستقق جدا من المعاملة مستقق جدا من الاجتماع خلينا نقول يا عز كريم الراجل ده ما استمرش في مصر خمس سامع لبعضهم منذ توليه المهمة ما استمرش في مصر خمس سامع لبعضهم لدرجة هقول لحضرتك مفاجأة اتحاد الكورة ما كان بيعاوز يعرف كلادين بيرج موجود في مصر او لا انت عارف كان بيعاوجز ماذا كان بيتسب بالرصب التعليمات اليفندق عشان يعرف الرجل ده موجود في مصر ولق warrantة السفارة لما كان عاوز يعرف كلادين بيرج الموجود في مصر ولق كان بيتسب بالرصب التعليمات اللي هو متوجد فيه عشان يعرف الراجل ده الموجود في مصر ولق طبعا الموضوع صحب جدا حاجة تبكي خلينا نقول برضو التحدي الكرة برضو عنده مسئولية كبيرة في الموضوع ده انت ما تيجي تتعاقد مع خبير أجنبي لابد ان انت تحط في شريط التعاقد بتاعتك ان الرجل ده يتواجد بالشكل المستمر ثانيا الجواز الصفر بتاع ده المفهوض يبقى عندك بس أولا واضح جدا ويبدو بحسب معلوماتي التحدي الكرة عارف ان كلاتنبرج مش هيجي مصر كتير وياخد أجهزات كتير كلاتنبرج عنده حق جدا ان هو العقد اللي بينهم ان هو يجي مستشار للتحكيم المصري مش رئيس لاجه الحكام احنا اللي عيننا رئيس لاجنة حكام اتحاد الكرة عشان وحرك عارف وسيد احمد اكيد عارف عشان اشيل منه على دماغي فكرة ان كل شيء حد يجي ينتقد انا كنت معاك هنا حلقة حوالي تلك 4 شهور خدوا يا جماعة كلاةنبرج هو رئيس لاجنة حكام مش تموه كنت معاك حلقة هنا حوالي 4 شهور او 5 شهور وقلتلك حرف الواحد الرجل ده جايبينه عشان خاطر يهدوا الدنيا ويهدوا الانديا ما بيهنا جبناك لخبير لدرجة ان شيء عضاء اتحاد الكرة يمكن زعلوا مني في الفيلمية كنت انا معاك وزعلوا مني ويعني ولموني على وفعلا دي حقيقة انت جبت فعلا المفهوض ان يبقى فيش طروط تعاقد البسبور بتاعه ده جواز الصفر يكون معاك ما يسافرش من غيرك زي زي فريرا وزي المدربين اجانب اللي موجودين في مصر ما هو ده ما هو ده لا وده الاتفاق بيننا انك تقعد على طول في مصر صح وانا بقول لك الاتحاد الكرة اخطأ في الموضوع ده صحيح اخطأ انت جيب حد صحيح فعلا ديبقى فيش طروط تعاقد الله بقى